مدينة يلي بيسكنها ما يقارب 16 مليون نسمة لحتى نطلع أكتر عن هذا الموضوع وخاصة الإجراءات اللي عم تقوم فيها مدينة إسطنبول تجاه المشاردين بيسعدنا طبعا أنه يكون معنا عبر الهاتف للأستاذ أبو عمر يسعد صباحك أستاذ أبو عمر أخي أبو عمر سلام عليكم صباح الخير تسمعوني أبو عمر عم بسمعك صباح الخير صباح النور والسرور كيف حالك أخي أبو عمر الله يسلمك يا ربي يسعد صباحكم صباح المشاهدين جميعا الله يخلي لي بارك فيك أخي أبو عمر الله يسلمك أخي أبو عمر لما نتحدث عن كلمة المشردين يعني استلاحا بالشكل الرسمي من الذي يطلق عليه اسم مشرد هنا في إسطنبول يطلق عليه اسم المشرد في إسطنبول هو الذي لا يملك أو ليس لديه مأوى أو منزل يأتوي فيه يعني أبسز بيسموه بالتركي أبسز أبسز طب حتى لو كان عنده بيت بس هو هيك يعني زعلان وقاعد ومتخاصم مع أهله ممكن استاذ بلال جاي من مدينة تانية ونطعب في السبب وضل بلا منزل هاي واحد مثلا ممكن حيلته طالعته ده بره أو طنشته هذا بلا منزل أو ممكن ما إلو حدا جاي من بره ما إلو حدا ما في شريب جيبته مصاريه أو يدبر راسه هذا بتسمى أبسز ضل بره شيء مأوى ضل بره المأوى ضل بره البيت جميل جدا جميل طيب أستاذ أبو عمر إذا مننا نحكي عن الجهة المسؤولة ممكن من هي اللي عم تكون وراء مراقبة أو ضبط حال المشردين بشكل عام أو حتى الإبلاغ عن وجودهم يعني تقريبا تلات جهات جهة الأساسية هي وزارة العائلة والعمل والجهة الثانية هي الولاية الوالي لك والثالثة هي البلدية الكبيرة أو البلديات البلديات الفرعية في كل منطق الفرعية والبلدية لك طيب الآن أخي أبو عمر عندما يقوم شخص ما أو البلدية راقبت وثم بعد ذلك وجرت مشردين ما هي آلية التعامل معهم؟ تقريبا هي القصة السايرة كشكل الثالث استاذ بلال احلينا المشرد هو بيجي بعمل مراجعة نعم او عن طريق مثلا الناس اللي عم تخبر عن المية وثلاثة وخمسين واللي تابع للبلدية او مية وخمسة وخمسين تابع للشرطة او المية وستة وخمسين التابع لجندرمة او المية وثلاثة 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 كمانينة تابع لوزارة العائلة أو مثل ما ساوت ولاية إسطنبول وزعت أرقام القائمة قامت كلها على الكل عملت إعلان خاص بهذا الشيء وزعت هالأرقام لهالناس وقالت إذا شفتوا أي حدا في الشارع أو خبرتوا أنه في حدا في الشارع نايم بهذا الهوى البارد وضمنها الكورونا طيب يبلغون على هذه الأرقام طبعا بعد التبليغ البلدية مثلا بقيت على 153 تطلع باطة من البلدية تعمل كشف على الوضع تأخذ الشخص أول شيء إجراءات الصحية طبعا والتي هي تحارل وصور ثاني شيء النظافة الشخصية بعدها بحطوهم بمراكز إيواء أو فنادق مثل ما ذكرتم طيب وبعدها حطوهم بمراكز إيواء والفنادق إلى إلى بعد ما ينحطوا بالمراكز والمناطق الإيواء هذول اللي عم نذكرون طبعا حمامو هالقصص بمضافة عامة بشكل عام لبس جديد أكل جديد كله على الأخير بعدها فيه بروجة أو مشروع لتشغيل الأشخاص أو إزالة سبب التشرد سبب التشرد مثلا جاي من غازي عن تاب على اسطنبول قم قطعت فيه السبل نعم يعطوه مثلا مبلغ مالي أو بيحجزوله بالباص مشان يروح على ولايته كثير بادرة جميلة نعم مثلا مرأة لحالها في وزارة العائلة والعمل في عندها مراكز حماية المرأة عاجز عمره فوق 60-65 سنة فيه مراكز إيواء تبع العجزة طبعا فيه شي مراكز تابع على وزارة العمل ومراكز تابع على البلديات الكبيرة طبعا بيشتغلوا مع بعض بيشتغلوا مع بعض دائما فيه مشاريع بين بعض بيشتغلوا مع بعض هذا بيخبر هذا هذا بيخبر هذا يعني عنده مثلا عنده مكان موجود طبعا لهالختائر أول طبعا طفل كمان الأطفال كمان مثل ما تعرف ستاز فيه لندار يواء خاص تحت حيات الدولة نعم مثل هاي الحالات بيتم أخذهم لهنك إذا كان مثلا شب يعني بعمر الشباب فيه مشاريع لهالأشخال أنه يفوتوا السوق لعمر طبعا بيعملونا تأمين صحي أولا بداية بيعملونا تأمين صحي فوري بعدها بيبلشوا إعادة تأهيل هذا الشخص طيب أستاذ عمر بصراحة هو هذا اللي نحنا كنا حابين نسلط الضوء عليه أنه بعد ما يتم عملية إيواء بأحد الفنادق في عدة نشاطات عم تقوم في الدولة أو حتى مثل ما التجهات الراعية بأنه إعادة تأهيل هدول الأشخاص المشردين نشاطات أخرى ممكن نذكرها إن تواجدت وهل بتم على الصعيد الآخر التواصل مع أهل هدول المشردين محاولة عملية لمشمل أو توصيلهم مثل ما قلت أنه أحيانا عم بتم قطع فيهن السبل بشكل مفاجئ طبعا كل المشرد بينسئل أنه عينتك وينها مثلا موجودة عينته موجودة يتم التواصل معهن نجبال يتم التواصل معهن بينسئله إنه هذا الشخص أبوك أخوك أختك موجودة كذا حابب ترجع تأخذها عندك من هالكلام وبنعطى طبعا تخصصت الوزارة هاي السنة مبلغ 10 مليون ميرا تركي لمساعدة هدول الأشخاص بإيجاد حياة كريمة يعني التأهل بيكون كشكل اختالي مثلا أنا عمدي مسلك الخياطة بيتم تدريبه بورشات بعد هالورشات بيتم تسجيله بالإشكور بعد الإشكور بيتم إيجاد عمل لهذا الشهر حيث يعتمد على نفسه ويستعجر بيت لحاله في حاله أنه أهله مرايدين وهو مقطوع من الشجرة أيها طيب أخي أبو عمر فضل يعني في دورات مهنية في دورات مهنية لأمور هاي كل واحد شو بيتقن عمله دورات مهنية خاصة فيه بعد هالدورات طبعا بيتم إعادة التأهيل وإيجاد العمل جميل جدا وبعدها بيمشي حال المشرد وبيخلص من التشلط إن شاء الله طيب أخي أبو عمر هل هذه الخدمات التي ذكرت من لحظة الإبلاغ عن المشرد وحتى إعادة تأهيله وانطلاقه في غمار الحياة كشخص مبدع ومنتج ومفيد متعلقة فقط بالأتراك أم قد تشمل جميع المقيمين على الأراضي التركية أستاذ بلال هاي المشرد ما له لا عرق ولا قومية ولا جنسية مشرد مشرد يعني جميع الخدمات جميع الخدمات تشمل الكل أي جنسية كان شخص برا البيت ما موجود يعني برا نايم بالحدائق هذا ما بيتطلعوا على جنسيته أيوة جميل 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 هاي بيضال عندهم إذا ما معوا كملك بتم مثلا بيراجعوا إدارة الهجرة لهذه القصص نعم يعني في عمل مشترك بين الإدارات بهذا الخصوص أشكرك شكرا جزيلا أخي أبو عمر المختص في الأمور القانونية حياك الله وشكرا على هذه المعلومات مرة أخرى العافو شكرا